السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين اليوم درس جديد خاص بكورس اسكادة في هذا الدرس رح ناخذ موضوع جديد ضمن كورس اسكادة ونطبقه على برنامج الون سي سي فليكسبل ونربطها بشكل عملي مع البي أل سي بغض النظر عن أنواع البي أل سي اللي بإمكانك تربطها مع برنامج الون سي سي فليكسبل وشرحنا طرق وكيفية ربط البي أل سي مع برنامج الون سي سي فليكسبل في بداية الكورس الرجاء مشاهدة الفيديو إلى النهاية كذلك عمل لايك للفيديو وإذا لاحظت أن هناك استفادة من محتوى القناة يمكن يدعم القناة ماديا من خلال ميزة ثانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو أو من خلال الانتساب إلى القناة للحصول على ميزات أضافية في هذا الدرس رح ناخذ موضوع جدا مهم وموجود بكثرة في الواقع الصناعي مثل ما نعرف نظام اسكادة مطلوب بكثرة في الواقع الصناعي وتقريبا ما فيه من معمل أو مصنع النظام اسكادة لذلك في هذا الدرس رح نركز على موضوع جدا مهم وتقريبا بأغلب واجهات اسكادة موجود هذا الشيء تذكرون في الدروس الماضية صممنا هذه الواجهة بكل بساطة اللي هي تقرأ درجة الحرارة ويمكن أن تتحكم بالموتور الأول والموتور الثاني من خلال إما درجة الحرارة أو من خلال التايمر وشرحنا هذا الشيء في الدروس الماضية وكيفية تصميم هذا الشيء بالتفصيل وبعد ذلك صممنا شاشة ثانية لواجهة اسكادة وربطنا بين الشاشتين وأصبح بسهولة التنقل بين الشاشة الأولى والشاشة الثانية حيث أصبحت الشاشة الأولى هي الشاشة الرئيسية هذه الشاشة والشاشة الثانية هي شاشة ثانوية ويمكن التنقل بين الشاشات بكل بساطة في هذا الدرس رح نأخذ اللي هو السلايدر ونشرحها بشكل عملي حتى نطبقها على واجهة اسكادة في الدروس الماضية اخذنا سمبل اوبجيكت وش رحنا تقريبا اغلب الادوات وايضا بعض الادوات رح نرجع لها من نصالها ان شاء الله في هذا الدرس رح ناخذ قائمة جديدة والهي قائمة الانهيست بروجيكت هاي اللي هي انهيست بروجيكت بامكانك ان تفتحها ورح تطلع لك ايضا عدة ادوات رح ناخذ في هذا الدرس السلايدر ومنطبقه بشكل عاملي فنسحب السلايدر اوكي بهذا الطريقة السلايدر هو يعتبر وحدة ادخال اما البر اللي شرحنا عنه في الدروس الماضية هو يعتبر وحدة اخراج السلايدر بكل بساطة هي هي ادات تستخدم لادخال قيمة معينة لادخال قيمة معينة الى البي السي اما البر هو اه هو ادات يستخدم لعرض قيمة معينة يعني كاوتبوت رح يعمل اما الاسلايدر رح يعمل كاومبوت فحتى نطبق هذا الشيء راح استخدمه لادخال قيمة التايمر على سبيل المثال فحتى نستخدمه لادخال قيمة التايمر بدل ما نكتبها بشكل يدوي بامكانك ان ادخل قيمة التايمر من خلال هذا السلايدر وهذا راح افرضه للتايمر الاول هذا اوكي بهذا الطريقة ازغر حجمه اوكي يعني اه يستخدم لادخال قيمة التايمر اما الثاني راح اخذ هذا كوبي بيست وافرضه للتايمر الثاني يعني التايمر الاول والتايمر الثاني بامكانك ان تدخل قيمتها اما بشكل يدوي من خلال الكيبورد اه تدخل قيمة المراد المطلوبة او من خلال السلايدر مثل ما ذكرنا هذا الشيء يعتمد على المبدئ لحمل لواجهة اسكادة او حسب احتياجك يعني مو شرط انه يكون تايمر ربما يكون درجة حرارة وزن اه تايمر اه لفل معين او اي امر ثاني انت تقدر اضيفه اوكي فراح استخدمه مثل ما ذكرنا لادخال قيمة التايمر راح اضعه في هذا المكان لان اكبر فقط حتى يوضح انه المبدئ العمل نحن سحاد واخذ هذا كوبي بيست فقط حتى يوضح مبدئ عمل السلايدر اوكي بهذا الطريقة اوكي فبعد ذلك راح اربط هذا مع التايمر الاول وهذا اربط مع التايمر الثاني نذهب الى التاقات حتى نتذكر انه التايمر الاول والتايمر الثاني انا رابطه بشكل اه مباشر مع هذا التكست بوكس اوكي فاذهب اه انقر عليه حتى تأكد انه هذا مثل ما تلاحظ مربوط مع التايمر الاول وهذا مربوط مع التايمر الثاني اوكي هل هارا راح اربط هذا السلايدر مع التايمر الاول فانقر عليه ا Hampshire على التايمر الاول مثل ما تلاحظ اعلى قيمة واقل قيمة للتايمر فها حدد اعلى قيمة للتايمر هي على سبيل المثال عشر تالاف اوكي العشر تالاف تقريباً تمثل عشرة آآ اللي هي تمثل عشرة آآ ثانية أوكي آآ يعني عشرة آلاف ميلي سيكند لأن هذا هو يمثل الميلي سيكند أوكي بإمكانك أيضاً نتحدد أقل قيمة للسلايدر بنفس الطريقة مع الثاني عشرة آلاف على سبيل المثال أوكي آآ بعد ذلك راح أحدد هذا السلايدر مربوط مع التايمر الأول فحد حتى حدد هذا الشي راح أقرأ على السلايدر بعدها مثل ما تلاحظ بإمكانك أيضاً تحدد المكزمن فاليو والمنيموم فاليو مأخوذة من تاك ثاني أوكي يعني مأخوذة هاي القيمة متغيرة ربما تكون مأخوذة من تاك ثاني لكن أنا راح أضع المنيموم والمكزيمم آآ يعني بشكل ثابت اللي هي من صفر إلى العشرة آلاف أوكي لكن مثل ما ذكرنا بإمكانك أن تضح قيمة متغيرة مربوطة مع تاك ثاني أوكي فهذا من خلال البروسيس راح أحدد قيمة السلايدر بمنه يأثر يعني هذا القيمة السلايدر يأثر بالتاك اللي راح أكتبه في هذا المكان فرح أكتب فرح أذكر إلي أنه هذا السلايدر راح يأثر على قيمة التايمر الأول فاختار التايمر الأول اللي هي من التاكات لازم أن تكون عامل التاكات بشكل الصحيح أوكي بعد ذلك راح أنتقل إلى الثاني بنفس الخطوة راح أختار التايمر الثاني أوكي راح يكون واحد مع التايمر الأول والثاني راح يكون للتايمر الثايم بأكو بعض الإعدادات الخاصة بالسلايدر على سبيل المثال كلمة السيماتيك اللي بلعلى بيمكانك أيضا أنتغيرها على سبيل المثال راح أنقر على السلايدر الأول أروح على وبعدها من خلال لابل أستطيع أن أحدد قيمة أو اللابل المناسب على سبيل المثال راح أكتب تايمر ون بالملي سكند ملي سكند أوكي بهذه الطريقة ملي سكند أوكي بهذه الطريقة مثل ما تلاحظ مكتب تايمر ون ملي سكند الثاني أيضا بنفس الطريقة راح أكتب تايمر تو ملي سكند بهذه الطريقة أيضا مثل ما تلاحظ أصبح للتايمر تو أوكي أيضا أهم الإعدادات الخاصة بالسلايدر أيضا بيمكانك أن يتغير الألوان الابيرنس من خلال بروبرتي وبعدها بيمكانك أيضا أتغير الإعدادات مثل ما ذكرنا اللابل بيمكانك أن نتغير من خلال أضغط عليه وبعدها بروبرتيز راح تظهر عندك اللابل أوكي لكن بيمكانك أن نتغير الابيرنس اللي هي الظهور اللي هو هذا اللي لون الخاط السلايدر اللي بالأسفل باللون الأزرق بيمكانك أن نتغير مثل هذا راح يصير على سبيل المثال باللون الأحمر مثل ما تلاحظ بيمكانك أن نتغيره هذا أيضا بيمكانك على سبيل المثال باللون الاصفر ايضا التكس اللي بالعلا بامكانك ان تغيره اللي هو القيمة هذا العشر تالاف والسبع تالاف وخمسمية بامكانك ايضا ان تغير اللون من خلال هاي الارونة اللي هي الابل كولر اوكي مثل ما تلاحظ اتغيرت الالوان الخاصة بالسكيل اوكي كانت اسود حاليا اصبحت باللون الاحمر من خلال الابل كولر وايضا مثل ما ذكرنا هذا الاعدادات انت تتحكم بها حسب اللي يشوفه مناسب هاي خاصة بالبار السكيل اللي هي الاعدادات الخاصة بالبار هذا السكيل وهة الاعدادات اللي هي السيتنك الخاصة بالبار بشكل عام اوكي بامكانك ان تغير الاعدادات مثل ما تلاحظ اوكي سولد رح ابقية حتى يكون واضح لجميع اوكي حاليا راح بعد ما كملت الاعدادات بيمكنك ايضا التكست هذا تقدر تغير التكست اللي هي الاعدادات الخاصة بالوردر اوكي اللي هي السمك هذا البار او الاطار الخاص بالبار بيمكنك ايضا ان تغير على سبيل مثال مثل ما تلاحظ حاليا هذا تكون واضح لجميع هذا الاطار اصبح باللون الاحمر السمك الخاص به مثل ما تلاحظ بيمكنك ان تغيرها سمك الاطار كلها اه بيمكنك ان اتغيرها وتعمل اه بار مناسب او اللي انت شوفه مناسب تقريبا كل الاعدادات الخاصة بالليبل او المظهر بيمكنك ان تجدها موجودة في البروبارتيز اوكي بعد ما كملت الاعدادات وكملت التاقات اللي هي تكون اهم شي موجودة في البار اعمل اه يعني ران تايم حتى نلاحظ مبدع عمله انا حاليا رابط بشكل عملي مع الكمبيوتر ورابط حساس الحرارة ومرسلة الحرارة وهذا الشي شرحته في المستوى الثاني او اه في نظام اسكادة طرقنا عليه كيفية رابط مرسلات الحرارة وكيفية معايرة اه اشارات الانالوج باستخدام بي ال سي سفين الف ومئتين وان شاء الله راح نشرحها في المستوى الثالث. حاليا بعد ما كملنا كل الاعدادات راح انتقل الى ستارت ران تايم سيستم بعد ما اه ضبطنا الاعدادات الخاصة بالكوميونيكيشن اوكي حاليا رابطة مع الميتين انت بامكانك ان تربطها مع الثلاثمية او تستخدم الاو بي سي سيرفر اوكي راح اختار ستارت ران تايم سيستم حتى اللاحظ مبدع عمله. مثل ما تلاحظ هذا السلايدر الاول وهذا السلايدر الثاني هذا السلايدر ون وهذا السلايدر وهذا مربوط مع التايمير الثاني وهذا مربوط مع التايمير الاول. حاليا المفروض اذا غير اي قيمة من خلال هذا السلايدر راح تظهر معه على التايمير الاول واذا غير اي قيمة في السلايدر تو راح تظهر على التايمير تان راح اغير. مثل ما تلاحظ بدأ القيمة تتغير لان غيرت بالخلال السلايدر. مثل ما تلاحظ بدت القيمة تتغير لان غيرت في قيمة السلايدر. حاليا اذا غير بالقيمة السلايدر ايضا بنفس الطريقة راح تتغير. اوكي بنفس الطريقة ايضا بامكانها ان تتغير قيمة السلايدر او التايمر الثاني من خلال قيمة السلايدر. او اذا غير قيمة التايمر من خلال الشاشة على سبيل مثل راح اكتب الف. المفروض هذا ايضا يتغير اوكي اذا اضغط انتر مثل ما تلاحظ ايضا اتغيرت قيمة السلايدر ون اوكي راح اكتب على سبيل المثال هذا عشر تالاف او الف لان عشر تالاف ربما ما يقبلها اوكي حاليا مثل ما تلاحظ اتغيرت قيمة التايمر حسب مثال تسعة 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 اوكي مثل ما تلاحظ لان انا عامل اعلى قيمة لان انا عامل اعلى قيمة للتايمر هذا هي تكون بمثابة اربع مرات وهذا شرحنا في الدروس الماضية مثل ما تلاحظ حاليا استطعنا ان نتحكم بقيمة التايمر من خلال السلايدر بشكل عمل وهذا الشيء مثل ما ذكرناه بيمكانك ان تطور مشروعك الخاص بك بيمكانك ان تستخدم سلايدر وكذلك البار وكذلك البار واحد يكون للاموت والثاني يكون للأوتوت وايضا شرحنا كيفية التنقل بين الشاشات اذا عندك انت اكثر من الشاشة ومشروع ضخم بيمكانك ان تعمل الكثير من السكرين حتى تربط المشروع وتتنقل بين اماكن المشروع او اماكن والواقع الصناعي حتى تكون كل شاشة مهتمة في جزئية معينة من الواقع الصناعي ان شاء الله يكون الفيديو واضح للجميع اذا استفادت من هذا الفيديو الرجاع عمل لايك للفيديو كذلك اكتبنا رأيك في التحليقات والي هنا نصلوا اياكم الى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي والى اللقاء